أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالي السعيد أنه العام الماضي شهد تسجيلاً للصدرات المصرية إلى اليابان حوالي 327 مليون دولار بزيادة حوالي 7% عن عام 2020 مشيرة إلى الدعم الذي تقدمته اليابان لمصر في العديد من الأنشطة ومشاريع البنية التحليطية والنقل لافتة إلى إنشاء الخط الرابع بمتر الأنفاق ومطار برج العرب إلى جانب الدعم المقدم في إنشاء المتحف المصري الكبير جاء ذلك خلال لقاء لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالي السعيد مع سفير اليابان والمفوض الجديد لليابان في مصر أوكا هيروشي لبحث تعزيز سبل التعاون بين الدولتين